اهلا بك عزيزنا المشاهد في حلقة من حلقة قناتنا قاطع صفير الزينة النهاردة هنتكلم عن اشعة الشمس وفوادها لتيور الزينة ابقى معنا في الحقيقة ان تيور الزينة بتحتاج احتياج بالغ الى عنصر الكالسام وده بتحصل عليه من مصادر متعددة بتحصل عليه من عظام السبية او عظام الحبار وبتحصل عليه من الاملاح السائلة زي الهايفوس او الايفوس واي ان كان المسمى التجال لاغنى لتيور الزينة عن املاح الكالسام وبرضه بتحصل عليه عن طريق تناول البيض بالبقسمات او تناول اشر البيض المطحون بعد تكفيفه في اشعة الشمس اذا كان المربي ما واشلاقي عظام سبية او عظام حباري قدمه لتيور الزين على كل الاحوال بتحتاج تيور الزينة العنصر الكالسام في تقوية عظامها وتقوية المنقار وتقوية الازافر كمان بتحتاجها الانصر في تكوين عن قوض البيض وصلابة اشرة البيض حين تابضها الانصر لأهمية عنصر الكالسام لابد من امداد الطيور بهذا العنصر باستمرار ولتعظيم المنفع بعنصر الكالسام يجب ان يمتصوا الجسم ولكي يمتصوا الجسم لابد من وجود فيتامين دال بالجسم اما بالنسبة لفيتامين دال فالطيور الزينة بتحصل عليه عن طريق تعرضها لاشعة الشمس الميلة من الساعة 8 الى الساعة 9.30 يوميا اشعة الشمس الميلة بتساعدها على تكوين فيتامين دي او فيتامين دال هذا الفيتامين هو المتخصص في جعل الكالسام يمتص في الجسم وتم الاستفادة منه بصيغة اخرى ان لن تستفيد العصفير بعنصر الكالسام اللي بتتناوله الا بوجود فيتامين دال في اجسامها وده بيتم بتعرضها لاشعة الشمس يبقى حضرتك لو معرضتش طيورك لاشعة الشمس بتحرمها من فيتامين دال وتكوينه في جسمها وبتحرمها من الاستفادة بالكالسام وبتظهر عندها مشاكل في الازافر ومشاكل في تشاؤقات المنقار واصابة العصفير والفروخ بالكساح والاعاقة دي كلها بتتكون او بتنشأ بسبب نقص عنصر الكالسام ان عجبك الفيديو ادعمنا بلايك وعمل اشتراك للقناة عشان تصدق كل فيديوهاتنا هنجاوب على كل الاسئلة والاستفسارات اللي اتصلنا لو ما كنتش اشتركت في قناتنا ياريت اشترك في قناتنا شرف كبير انك تبقى عضو من اعضاء قناتنا الى اللقاء في فيديو اهرتك قبل التحياتي صبر امين من قناتك وقناة عصفير ترجمة نانسي قنقر